حمل انتقال حضر موت السلطة المحلية بالمحافظة ترد الأوضاع الخدمية والمعيشية التي يعاني منها المواطنون وقال انتقال حضر موت في اجتماعه الدوري أن صمته لن يطول أكثر من ذلك في ظل عجل سلطة عالي الإفاء بالتزاماتها تجاه معالجة الأوضاع والتخفيف من معاناة المواطنين مؤكدا وقوفه التام مع كافة مطالبة الشعب المشروعة والتعبير عن غضبه واحتجاجه بطرق السلمية التي كفلها له الدستور والقانون إزاء ما يعانيه من الهنيار للخدمات الأساسية في المحافظة وحذر انتقال حضر موت كل السلطات المركزية والمحلية من محاولات نشط قوات درع الوطن في مدرية السحل وما سترتب على ذلك من تفجير الفتنة مؤكدا بأن النخبة الحضرمية قادرة على تأمين كافة مناطق السحل والاستعداد لانتشار في وادي حضر موت